قام وزير الخارجية وتؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني بزيارة تفقدية لمقر سفارة بلادنا في بكينة اطلع خلالها على أداء البعثة الدبلماسية والمهام التي تقوم بها وما تقدمه من خدمات لجالية بلادنا في الصين وأشار الوزير الزنداني إلى أهمية دور البعثة الدبلماسية في الصينة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ونقل الصورة الإيجابية وإضاحة حقيقة الأحداث التي تجري في بلادنا والوضع المعيشي الصعب للمواطنين وما يواجهنه من تحديات وصعوبات مشددا على ضرورة العمل بحرصة من أجل خدمة أبناء الجالية ومعالجة مشاكلهم وتذليل الصعوبات لهم